قال ولا تطلبوا عوراتهم لا تطلبوا عوراتهم يعني لا تتتبعوا العورات تبحثوا عن العورات وهذه أيضا مصيبة تتبع العورات ناشى عن مرض في القلب وحسد والشياء من هذا القبيل فتجده يبحث يبحث ويسأل ويفتش وينقب ويتمنى أن يجد وربما دع الله عز وجل أن يجد شيئا من عيوب أخي وإذا وجدها فرح بها هذه شماتها وإذا وجدها وفرح بها بدأ يتحدث بها هذه غيبة وهكذا تتولد عنده آفات ويدخل في أمراض متنوعة لأنه لم يكن حاسما مع نفسه قال ولا تطلبوا عوراتهم نقل الحافظ بالرجب رحمه الله تعالى عن بعض السلف واستمعوا إلى كلامه يقول أدركت قوما أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا كما تدين تدن قال وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم ما أحد صار يذكر عيوبهم لا نسيت لكن من يشتغل بعيوب الناس ماذا فعل؟ حرضهم على نفسه أن يتتبعوا عيوبهم مثل ما تتبع عيوبهم وأن يفضحوهم مثل ما يفضحهم وأن ينشروا شيئا من عيوبهم مثل ما نسق وعمل على ذلك فيصبح يعني تهم متبادلة وأحقاد وحسد وعدوات وكل ذلك يتنافى مع أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة نعم ترجمة نانسي قنقر